فتح المسلمين لأندلس في عام 711 ميلادية واستمرت تحت حكم السيادة الإسلامية تقريبا لمدة 800 عام ولكن نتيجة لأسباب كثيرة وفي 2 يناير عام 1492 ميلادية سقطت مدينة غرناطة آخر معاقل المسلمين فيها على يد ممالك الشمال المسيحية فيما سمي بحروب الاسترداد ولازم نفهم أن سقوط الأندلس يفرق عن أي سقوط لأي منطقة جغرافية أخرى كانت تحت حكم المسلمين لأن العالم كله قبل سقوط الأندلس يختلف تماما بعد سقوطها من أكبر الضربات التي تلقتها الأمة الإسلامية وعانت من آثارها إلى وقتنا الحاضر لكن على الجانب الآخر لو قلبنا الموضوع وحاولنا أن نطرحها بطريقة ثانية على صيغة السؤال التالي ماذا لو لم تسقط الأندلس؟ نتخيل أن الأندلس للحيم موجودة وتحت حكم المسلمين الجواب على هذا السؤال يحتمل أكثر من إجابة وأكثر من نظرية وعشان تكون النظريات التي أطرحها فيها شوية من المنطقة لابد ما نرجع بالزمن للخلف ونتوقف عند العصر الذهبي للأندلس وننطلق منه واقصد بالعصر الذهبي الفاترة اللي كانت فيها الأندلس قوية سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا والأهم من هذا كله قوية عقديا النظرية الأولى إن جيوش المسلمين في الأندلس راح تستمر في الفتوحات ونشر رسالة الإسلام وبيفتحون الدول المجاورة ابتداء من فرنسا وبعدها بلجيكا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وهولندا إلى أن يمكنهم الله من نشر الإسلام في غالبية أوروبا إذا ما كانت كلها ليش افترث هالنظرية وهو إن المسلمين بيتمكنون من فتح باقي البلدان لسببين الأول إن الممالك الأوروبية ما كانت وقتها على قلب واحد وتحت راية واحدة نتيجة لبعض الخلافات على السلطة والنفوذ السبب الثاني إن المعارك اللي خاضها المسلمين مع الفرنجة ونهزموا فيها كانت نتيجة الأزمات والمشاكل الداخلية بين المسلمين وبالتالي لو رجعنا للقاعدة اللي ذكرتها في البداية وهي إن المسلمين مستقرين سياسيا واجتماعيا وعسكريا ومع وجود الخلافات بين الفرنجة بالإمكان من فتوحات المسلمين تتوسع وتنتشر وموضوع أن أوروبا أو أغلب الدول الأوروبية تكون تحت سيادة الدولة الإسلامية راح يجنب المسلمين في بلاد المشرق العربي مواجهة جحافر الحملات الصليبية واللي كان هدفها لأساسي سحب السيطرة على القدس والعراضي المقدسة من أياد المسلمين لأنهم صاروا تحت مظلة الدولة الإسلامية في الأندلس ولو طبقنا هالنظرية على الواقع الحالي للعالم الإسلامي بتتغير أمور كثيرة أولها وأهمها أن فلسطين دولة حرة مستقلة وما في وجود للسرطان الخبيث في ديار المسلمين والسبب أن مقومات الدعم لإنشاء هذا الوطن القومي الوهمي غير متوفرة حاليا واقصد بهذا الكلام فرنسا وبريطانيا واتفاقية سايس بيكو اللي قسمت العالم الإسلامي الشيء الثاني المهم كون فرنسا وبريطانيا وهولندا والبرتغال دول إسلامية فمعناه ما في دولة في مختلف أنحاء العالم بتكون تحت الاحتلال والاستعمار أو الوصاية أو الحماية أو الانتداب ولو لم تسقط الأندلس بيدخلها بحار إيطالي اسمه كريستوفر كولومبوس ويقابل ملك قرطبة المسلم ويعرض عليه فكرة استكشاف جزر الهند الشرقية وفايداتها الاقتصادية فتعجب الملك الفكرة ويقرر دعم حملته الاستكشافية وتمويلها فينطلق في رحلته ومعاه مجموعة من البحار الاندلسيين المزودين بأجهزة الملاح المتقدمة وخراطهم الدقيقة إلى الوجهة المقصودة وهذا البحار كان يؤمن بكروية الأرض وبأنه لو أبحر غرب أوروبا بيوصل إلى المكان اللي حدده للملك المسلم وهي جزر الهند الشرقية وبعد أسابيع يوصل كولومبوس إلى ما يعرف اليوم بجزر البهامس بين ولاية فلوريدا الأمريكية ودولة كوبا ويكتشف أن ما هي جزر الهند الشرقية وأنها مكان جديد فيتقبل الموضوع ويفرح بهذا الاكتشاف ويحاول مع معاونيه المسلمين التواصل مع السكان الأصليين فيتواصل معهم ويطلب الأذن منهم بالجلوس في الجزر تم يوم ويمشي عنهم عدوا هاليومين وقرر كولومبوس الرجوع للأندلس ومعاه نفائس من الذهب عشان يعطيها للملك المسلم يقوم الملك من مكانه مستبشر بالخير ويتفق مع كولومبوس بالعودة إلى نفس المنطقة الجغرافية عشان يحاول يستكشف جزر أو بلاد جديدة مع توفير كل الدعم الأمني والمالي له ولكن هذه المرة عدد السفن كبير وفيها الكثير من رجال الدعوة والعلم والبناء وبحول الله قوته يوصل كولومبوس والمسلمين اللي معاه إلى منطقة الكاريبي ويتوغى الأكثر لين ما يكتشف هندوراس وفنزولا والبرازيل والأرجنتين وباقي دول أمريكا الجنوبية ومع هذه الاكتشافات تزداد الحماسة في نفوس كولومبوس ونفوس المسلمين ويتوجهون ناحية الشمال للمرة الثانية إلى ما يوصلون لبلاد كبيرة وشاسعة واللي هي أمريكا وكندا حاليا فيعرضوا على أهالي هالدول الدخول في الإسلام أو دفع الجزية ويمنا الله على الكثير منهم بالهداية ويسلموا ويختار الباقي دفع الجزية والبقاء على معتقدهم آمنين ومطمئنين تحت حماية دولة الإسلام المركزية في الأندلس يمر الوقت وتمر السنين ويدخل السواد الأعظم من شعوب أمريكا الجنوبية والشمالية في الإسلام بسبب اللي شافوه من حسن تعامل وطيب عشرة مع المسلمين واقتناعهم أولا وأخيرا بتعاليم هذا الدين وموائمته لفطرتهم وحياتهم وبطبيعة الحال غير انتشار الإسلام راح ينتشر عدد الناطقين باللغة العربية وبتكون اللغة العربية الأولى عالميا لأن اللغة السائدة والرسمية في الأندلس كانت اللغة العربية الفصحة وبعض اللهجات العربية الممزوجة بمفردات لاتينية وبربرية وانتشار الإسلام واستقراره في القارة الأوروبية ودخول أمريكا الجنوبية والشمالية ما بيكتصر على الدين وتطبيق تعاليمه لأن الأندلس غير انها دولة إسلامية فهي مركز حضاري مشع ورائد بالعلوم بمختلف أنواعها العلمية والأدبية والفكرية والهندسية وطبيعي إن هذه العلوم بتنتقل إلى دول الإسلام الجديدة وراح يعني يصيدها شيء من التطور والنمو لو لم تسقط الأندلس وبشرط مثما ذكرت إن غالب الدول الأوروبية تحت سيادتها ومع تقدمها العلمي وتماسكها السياسي والاجتماعي بتفرض نفسها كحل للنهوض بالأمة الإسلامية بعد سقوط الدولة العباسية كونها تمتلك كل المقومات والأدوات المناسبة لإدارة العالم الإسلامي من المغرب الأقصى إلى حدود الصين وخصوصا إن المسلمين في آخر فترات الدولة العباسية عانوا من الانقسامات والحروب الداخلية والفتن مطبقة بالحرف الواحد قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن هذا هدف ديني وذات أولوية هو من الواجب إنها تسعى لتحقيقة وفرضها على أرض الواقع الحفاظ على منجزات الأمة الإسلامية ووحدتها ومقدراتها أهم من التوسع في الفتوحات على الأقل إلين ما تستقر الأوضاع ويستتب الأمن لأن وجود سلطة مركزية إسلامية قوية تنصى على أمرها شعوب وقبائل وأعراق ممتدة من الشرق إلى الغرب بتخلي شعب مثل التتاري فكر مليون مرة قبل ما يتخذ خطوة إنه يشتاح قارية من قرى المسلمين فما بالكم بعاصمة دولة كاملة والحين خلونا نكتفي ببصيص أمل وهو إن الأندلس بقت على جغرافيتها المعروفة في شبه الجزيرة العيبيرية واللي هي إسبانيا والبرتغال النظرية الأولى أن المسلمين في الأندلس حاولوا فتح دول أوروبا ولكنهم واجهوا مقاومة عنيفة من الممالك المسيحية وفشلوا في دخولها أكثر من مرة واستمرت الحروب وصارت سجال بينهم العقود طويلة إلى أن تم توقيع معاهدة واتفاقية ملزمة للطرفين يتم بموجبها الاعتراف بالأندلس كدولة عربية إسلامية ومستقلة وعدم المطالبة بها مستقبلا تحت أي ظرف مقابل عدم تدخل الأندلس في شؤون الدول الأوروبية المجاورة لها أو الوقوف أمام صالحها على الجهة المقابلة وبعد 41 سنة من سقوط الدولة العباسية تتأسس الدولة العثمانية وتفرض سيطرتها على البلدان الإسلامية القريبة منها فتسارع الحكومة الأندلسية بعملية استباقية هدفها منع وصول العثمانيين مستقبلا إلى الأندلس والمناطق الإسلامية القريبة منها فتقوم بإرسال سفراء منها أو من ينوب عنها إلى موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا تعرض في فكرة الوحدة الكنفيدرالية فيما بينهم وتكون قائمة بالأساس على مبدأ الحماية والدفاع المشترك لمواجهة المد العثماني أو حتى التدخلات الأوروبية مستقبلا وفعلا بعد فترة يصدر قرار بحشد الجيوش العثمانية للانطلاق إلى بلدان شمال أفريقيا لأخضاعها لسلطة إسطنبول ولكن بحكم الوحدة الكنفيدرالية بين الأندلس والدول المسلمة في شمال أفريقيا تتم مواجهة المد العثماني والتصدي له بعد استشهاد الآلاف من الطرفين وبعد فترة من المواجهات وعدم وجود أي نتيجة يقرر العثمانيين التراجع والاكتفاء بالمناطق اللي سيطروا عليها وتركوا الشمال أفريقيا والأندلس في حالهم فرضية الوحدة الكنفيدرالية بين حكومة الأندلس وبلدان شمال أفريقيا بتمنع من بعد الله حدوث كارثة مستقبلية لأنهم وقت انشغالهم بالحروب مع العثمانيين ومن وقت توقيع الاتفاقية والمعاهدة مع الدول الأوروبية المجاورة كانت الأخيرة تعيد ترتيب حساباتها وتحاول توحد جهودها وسياستها ومقدراتها العسكرية لإنشاء اتحاد كونفيدرالي على غرار الاتحاد الكنفيدرالي الإسلامي للأندلس وبلدان شمال أفريقيا واللي بسببه بتكتفي الدول الأوروبية وعلى راسها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا باستعمار دول خارج حدود الدول الإسلامية سواء اللي تحت سيطرة الدول العثمانية أو الدول اللي تحت الاتحاد الكنفيدرالي الإسلامي فرضية أخرى أن الأندلس بتبقى على حالها لأن ما هي ضمن مخططات الدول العثمانية بحكم أنها بعيدة والعثمانيين مبنى كصين يدخلون في حروب وخسائر مادية وبشرية معاها وبيكتفون بحدود سيطراتهم المعروفة تاريخيا بدليل أن العثمانيين حاولوا مثلا دخول المغرب وفشلوا وهذا الفشل يؤكد أن ما لهم طاقة في التوسع أكثر إلى الأندلس وعلى افتراض أن الأندلس فضلت أنها تكون دولة مستقلة حتى عن العالم الإسلامي فما بتكون بعيدة عن أطماع القوى الاستعمارية الأوروبية الصاعدة وبتبقى في البال والخاطر عند صناع القرار الأوروبيين رغم المعاهدة اللي وقعوها مع الأندلسيين وهم في حال الضعف ولكن دام الوضع تغير وتطور وصار عند أوروبا القوة والعدد والسلاح فبتستغل انعزال الأندلس عن العالم الإسلامي وانشغال الدولة العثمانية بمشاكلها الداخلية والخارجية وعدم استقرار الدول الإسلامية في شمال أفريقيا كل فترة دولة تصعد ودولة تسقط لاستعادة الأندلس وإرجاعها للصف الأوروبي بأي طريقة ممكنة لأنها في النهاية بحسب قناعاتهم أرض أوروبية محتلة ولكنها في البداية بتتجنب الدخول في صدام أو حرب مباشرة مع الأندلسيين وبترمي بجزء كبير من ثقلها على احتلال المناطق القريبة منها وبتقدر تحتل المناطق الساحلية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وبتحاول انها تتعمق أكثر لكنها بتنصدم بمقاومة عنيفة من الأهالي فتقرر الرجوع إلى المناطق الساحلية اللي سيطرت عليها ومع ذلك الأهالي ما راح يسكتون وبتستمر الغارات عليهم ولكن فارق نوعية الأسلحة بيلعب دور في بقاء القوى الاستعمارية الأوروبية في السواحل الإسلامية لشمال أفريقيا واللي بتستمر إليه ما تجي اللحظة المنتظرة سنة 1922 بسقوط الدولة العثمانية فتنقضى دول أوروبا على الدول اللي كانت تحت سيطرة الدول العثمانية وتحتلها أو تحتل جزء منها وتبقى الأندلس محاصرة من فوقها ومن تحتها وبتقوم بريطانيا وفرنسا بشن هجوم كاسح على الأندلس وتحاول استعادتها بالقوى وبتتمكن بعد حروب ومواجهات كثيرة من احتلالها ولكن من حسن الحظ أن هذا الاحتلال ما راح يطول لأن الخلافات القديمة بين الدول الأوروبية اطلعت على السطح مارثانيا فتقوم ألمانيا في سنة 1940 بدخول فرنسا واحتلالها انتقام منها على الإذلال اللي سببتها لألمانيا من خلال العقوبات بعد الحرب العالمية الأولى وانتقام منها كذلك على الوقوف أمام أهدافها التوسعية ومناصرة الدول الأخرى ضدها وعشان تضمن ألمانيا سيطرتها على فرنسا فلازم تحاصرها من الجنوب فيقوم هتلر ويرسل رسالة الحاكم الأندلس في وقتها ويقول له أنا ما عندي مشكلة لا معاكم ولا مع المسلمين وبساعدك في طرد الفرنسيين والبريطانيين من بلاتكم بشرط أنكم تساعدون في محاصرة فرنسا قدر المستطاع ومنع وصول أي تعزيزات بشرية أو عسكرية لها فيفطر حاكم الأندلس للقبول بهذه الصفقة على أمل أن الأمور بتصير بالشكل المطلوب ولكن في عام 1945 تخسر ألمانيا وحلفاء الحرب ويتشكل نظام عالمي جديد تنال بموجبه الأندلس الاستقلال التام مع مطالبات أوروبية باستعادتها ولكن الأمم المتحدة تتجنب خيار الحرب وتعرض على الدول الأوروبية أعطاء الأندلسيين حرية تقرير المصير من خلال إقامة استفتاء إما أنهم يختارون الدول الأوروبية أو أنهم يختارون البقاء كدولة عربية إسلامية مستقلة فتوافق دول أوروبا ويقام الاستفتاء ويختار 76% من الأندلسيين البقاء كدولة عربية إسلامية لتنضم الأندلس في نفس العام إلى جامعة الدول العربية وفي عام 1969 تنضم إلى منظمة التعاون الإسلامي وبذلك تصبح الدولة العربية رقم 23 والدولة الإسلامية رقم 58 طبعا الموضوع مفتوح ويحتمل الكثير من النظريات ولكن هذا بحسب اجتهادي وقد أكون مخطأ في بعضها ولكن هذا اللي قدرت أستنتجه وإذا عندكم نظريات أخرى فأتمنى تشاركوني فيها في التعليقات وما أستغني عن دعمكم لهذه الحلقة بنشر رابطها إذا تعتقدون أنها تستحق الدعم وكالعادة اللي شاف الحلقة من البداية إلى هذا الوقت يكتب تم يا محصول أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم